ليس هذا المكان القريب من الحدود مع كينيا معسكرا للنازحين الفرين من خطر المجاعة فحسب لكن خلفه قصة أطفال حرمتهم الحياة من الدراسة وأمال المستقبل ونساء تأخذهم حسرة المخاضي خشية الموت المنتظر وعلى هذا المنوال من صور الحياة المريرة يستمر الحال لأكثر من ثلاثة عوام عجهف بعد أن فقد أكثر من ثبانمائة ألف شخص سبل البقاء على قيد الحياة بسبب الجفاف توقف المطر هذا العام واستمر الجفاف وكنا نعتمد على تربية المواشي من المعز والأبقار والأبل لكننا فقدناها بسبب الجفاف الذي توالى علينا أهدد مراعينا وأصبحنا أطفالا ونساء في وضع لا يتاق على فترات متفاوتة استمر الجفاف خمس سنوات فقدنا مواشينا التي تمثل أساس حياتنا والآن تجمعنا من مناطقنا الأصلية لنحصل على دعم الحكومة والمنظمات الإنسانية نحن بحاجة ماسة للحصول على مياه الشرب خاصة وأن أعداد النازحين في تزايد مستمر الجفاف هنا ضرب كل شيء بعد أن توقف المطر عن الخطول ونفوك المواشي وأصبحت أمال أكثر من 24 مليون شخص في مناطق عدة من أثيوبيا معرضة لخطر الجوع هنا أكثر من 9 ألف وصرة نازحة ليس من هذا المكان فحسب وإنما يأتون من المناطق المحيطة يعانون من انعدام الاحتياجات الأساسية كانعدام حالب الأطفال وتواجه النسوة الحوام الخطر الموت ندعو الحكومة والمجتمعات الدولية والمانحين إلى التعاون ودعم هذه المجتمعات لاستعادة حياتهم الطبيعية الجفاف الذي لم تشهد له أثيوبيا مثيلا في تاريخها يخشى أن تؤدي آثاره إلى خسارة اقتصادية فادحة فضلا عن موت المزيد من السكان يتخوف سكان منطقة دبلغ في أثيوبيا من مستقبل صورته قاتمة بعد أن اجتاح الجفاف المنطقة منذ نحو ثلاث سنوات وهو ما يهدد حياة الآلاف هنا كما يقول سكان هذه المناطق ويجعلهم في مواجهة مباشرة مع خطر المجاعة جابر منصور سكاينيوز عربية منطقة دبلغ جنوب يثيوبيا